بسم الله الرحمن الرحيم في الحصة دي هناخد الجزء التاني من درس المحددات الحصة اللي فاتت خدنا الجزء الاول وخدنا فيها ثلاث افكار كل اللي خدناه نحن بنجيب كيمة المحدد سواء كان محدد من الردبة التانية او محدد من الردبة التالتة او محدد المصفوفة المسلسة في حصة النهاردة هنعرف ازاي نستخدم المحددات دي عشان نجيب مساحة المسلس او عشان نسبة النقطة على استقامة واحدة او عشان نحلي بها المعادلات تعتبر النهاردة هناخد ثلاث افكار برضو بتاعنا اخد الفكرة الاولى اللي هي ايجاد مساحة المسلس اول فكرة معانا ازاي نستخدم المحددات عشان نجيب مساحة المسلس هيديك مسلس ويديك رؤوسه اديك رؤوس المسلس تلات نجت ويقولك باستخدام المحددات عايزين مساحة المسلس ده طب هم اديك نجت اي نقطة عبارة عن سينوسات اي نقطة عبارة عن سينوسات ازاي اجيب مساحة المسلس اللي رؤوسه النجت دي عشان تجيب مساحة المسلس هتكون محدد من الردبة التالتة وتضرب افنص هتكون محدد من الردبة الثالثة وتضرب افنص محدد الردبة الثالثة بيكون في ثلاث اعمدة العمود الاول هتخليل السين السين اللي هي المسقط الاول العمود الثاني هتخليل الصاد صاد اللي هي المسقط الثاني والعمود الثالث دايما وحايد ده سبت معانا وحايد تاني العمود الاول هتكتب سين العمود الثاني هتكتب صاد العمود الثالث دايما وحايد تعن كون المحدد العمود الأول سي اللي هم السالب 1 وال2 والسالب 3 سالب 1 وال2 والسالب 3 العمود التاني نكتب صاد صاد اللي هو المسقط التاني سالب 3 و 4 و 5 سالب 3 و 4 و 5 والعمود التالت دايما وحايد بعد كده هتجيب قيمة المحدد ده وتدربه في نص هيدك مساحة المسلس إزاي هجيب قيمة المحدد زي ما أخذنا الحصة اللي فاتت في الأول اختار أي صف أو أي عمود أسهل عمود تختاره هنا اللي هو العمود الثالث هنختار العمود الثالث اللي كله حايد عشان الواحد مش هيأثر معاك في الضرب اخترنا العمود الثالث نحط إشاراته بتعندك الإشارات بتبدأ موجب سالب موجب فوق موجب تحت سالب تحت موجب حطينا الإشارات نكتب العناصر بتعندك ده موجب واحد سالب واحد موجب واحد هنكتب الثلاث عناصر دول موجب 1 سالب 1 موجب 1 جنب كل عنصر هنجيب قيمة المحدد بتاعه جنب كل عنصر هنجيب قيمة المحدد نبدأ بالواحد همسك الواحد ألغي الصف اللي فيه والعمود ألغي الصف بتاعه والعمود هتفضلك المحدد 2 4 سالب 3 5 هنجيب قيمة المحدد ده بنضرب القطر الرئيسي نضس القطر الفرعي 2 في 5 ب 10 مضس سلب ثلاثة فاربعة بسالب اتناشر سلب في سالب بموجة تنع عنصر الواحد نفس الفكرة همسك الواحد ألغى الصف بتاعه والعمود لما لغينا الصف والعمود هتفضل لك سالب واحد سلب ثلاثة سلب ثلاثة خمسة هتقيمة المحدد ده قطر الرئيسي نقص القطر بفرعة هضرب سالب واحد في خمسة بسالب خمسة نقص سلب ثلاثة في سلب ثلاثة بموجة بتسعة آخر عنصر معانا الواحد همسك الواحد ألغى صفه وعموده هتفضل لك المحدد سلب واحد سلب ثلاثة اتنين اربعة هتقيمته نضرب سلب واحد فاربعة بسلب أربعة نقص اتنين في سلب ثلاثة بسلب ستة السلب ستة تنضرب في السلبة بموجة بستة كده احنا جبنا قيمة المحدد بعد ما تجيب قيمة المحدد ده هتضربه في نص لأن المساحة بتساوي نص المحدد تعال نجيب قيمة الكلام ده ممكن تكتبه بالآلة او لو عايز تعملها بالخطوات هنزل النص هنجمع ونضرب واحد طبعا الواحد في الدرب مالوش قيمة لذلك احنا اخترنا العمود الاخير اعتبر هتجمع بس عشرة واثناشر اتنين وعشرين نقص نقص اليادي سلب خمسة وسلب تسعة سلب أربعة تاشر تنضرب في سلبة بموجة باربعة تاشر زاد زاد دي اللي هي دي سلبة أربعة زاد ستة بموجة باتنين اخر خطوة هاجمع الكلام ده واظربه في نص اتنين وعشرين واربحتاشر ستة وتلاتين ستة وتلاتين واثنين تمانية وتلاتين اذا اضرب نص في تمانية وتلاتين نص التمانية وتلاتين يساوي تسع تاشر كده خلصنا عشان تجيب نساحة المسلس هتجيب القيمة المطلقة للناتج ده هنجيب القيمة المطلقة للناتج يعني ايه قيمة مطلقة؟ قيمة مطلقة يعني النتج ده لو طلح سالب هنخليه موجب ليه عشان دي مساحة دي مساحة مسلس مفيش مساحات بالسالب فهنجيبه القيمة المطلقة للتسعتاشر هي بعينها التسعتاشر إبقى مساحة المسلس بتساوي تسعتاشر سنتمتر مربع إبقى الفكرة باختصار عشان تجيب مساحة المسلس بتكون محدد من الردبة الثالث العمود الأول سين العمود الثاني صاد العمود الثالث وحاية هتجيب قيمة المحدد ده وتضربه في نص هيديك مساحة المسلس طيب تعالي ناخد مثال كمان عشان نسبة الفكرة المثال التاني معانا نفس الفكرة بالزبط يقول لي أوجد مستخدما للمحددات مساحة سطح المسلس اللازر وقوسه واحد واثنين تلاتة وسلب أربعة سلب اثنين وتلاتة على طول أي نقط عبارة عن سين وسط أي نقط عبارة عن سين وسط عشان تجيب نساحة المسلس هتكون محدد من الردبة الثالثة وتضربه في نص أول عمود خليل السين تاني عمود للصاد آخر عمود دايما وحاية السين اللي هي المسقط الأول اللي هي عندنا بواحد وثلاثة وسلب اثنين الصاد اللي هي المسقط الثاني اللي هم اثنين وسلب اربعة وثلاثة كده كونا المحدد هنجيب قيمة المحدد ده ونضربه في نص نزلوا النص وهتجيب قيمة المحدد ازاي يجيب قيمة المحدد اختار اي صف او اي عمود اسهل العمود ممكن نختاره لعمود الثالث اللي فيه وحد اخترنا العمود حط اشاراته هنا موجب هنا سالب هنا موجب نكتب الثلاث عناصر دول موجب واحد سالب واحد موجب واحد والواحد كمان ممكن ما تكتبوش بعد كل عنصر هتجيب قيمة المحدد بتاعه بعد العنصر هتجيب قيمة المحدد تعني نبدأ بالواحد هلغ الصف والعمود هتفضل لك محدد هتقيمته اضرب قطر رئيسي نقص قطر فرع ثلاثة في ثلاثة بتسعة نقص سالب اتنين في سالب اربعة بموجب تمانية تعني عنصر السالب واحد هنلغي الصف بتاعه والعمود لغينا الصف والعمود هتفضل لك محدد هتقيمته هتضرب واحد في ثلاثة بتلاتة نقص سالب اتنين في اتنين بسالب اربعة تنضرب في السالب ديت بموجب اربعة اخر عنصر معانا الواحد هنلغي صفه وعموده هتفضل لك محدد هتقيمته واحد في سالب اربعة بسالب اربعة نقص تلاتة في اتنين بستة اخر خطوة هجيب قيمة الكلام ده وادربه في نص هننزل النص ونترح او نجمة انت ممكن تلغي الوحاية دي ملاش قمة في الضرب لو طرحت تسعة نقص تمانية واحد نقص تلاتة زادة أربعة سبعة زاد سالب أربعة وسالب ستة سالب عشر طبعا موجة في سالب بسالب هنجيب قيمة القاس ونضروف نص واحد نقص سبعة سالب ستة سالب ستة وسالب عشر سالب ستاشر سالب ستاشر بتضربها في نص تديك سالب تمانية دي قيمة المحدد المساحة بتجيب القيمة المطلقة للناتج عشان ما فيش مساحة بالسالب القيمة المطلقة لسالب تمانية هي موجة بتمانية قيمة مطلقة تأكل السالب يبقى مساحة المسلس بتساوي تمانية سنتمتر مربعة كده خلصنا الفكرة الأولى معانا عشان تجيب مساحة المسلس بتضرب نص في محدد من الردبة التالت العمود الأول صين العمود التاني صاد العمود التالت دايما وحاية هتجيب قيمة المحدد وتضربه في نص يديك مساحة المسلس هناخد عليها مسألة في الكاشكول وندخل في الفكرة الثانية الفكرة الثانية معنا ازاي نسبت انه ثلاث نجط على استقامة واحدة باستخدام المحددات هنستخدم المحددات عشان نسبت انه ثلاث نجط على استقامة واحدة في الاول انت عندك اي نقطة عبارة عن سينوسات عشان تسبت انه ثلاث نجط دول على استقامة واحدة هتكون محدد من الردبة التالتة وقيمة المحدد ده لازم تطلع بصفر هنكون محدد من الردبة التالتة وقيمته لازم تطلع بصفر انطلعت بصفر بفعلا ونوجد دول على استقامة واحدة هنكتفى المحدد ده زي مساحة المسلس بالزل العمود الاول هنخليه السين العمود الثاني الصاد العمود الثالث دايما وحايد نفس اللي عملنا في مساحة المسلس السين اللي هي المسقط الاول الاربعة والاثنين وسلب اثنين اربعة اثنين سلب اثنين صاد المسقط الثاني اللي هما الاربعة والواحد وسلب خمسة اربعة واحد سلب خمسة كده كونا المحدد هنجيب قيمته ولازم تطلع بصفر وخلي بالك في مساحة المثلث كنا بنضروفه نص هنا مفيش نص هنجيب قيمة المحدد بس لازم تطلع بصفر هنختار اي صفة واي عمود نشغل به على طول بنختار العمود الثالث اللي كله حايت حط اشاراته هنا موجب هنا سالب هنا موجب اكتب عناصره موجب واحد سالب واحد موجب واحد بعد كل عنصر هات قيمة المحدد بتاعه الواحد هنلغي الصف والعمود هتفضل لك محدد هات قيمته اتنين في سالب خمسة بسالب عشر ناقص واحد في سالب اتنين بسالب اتنين تنضروف في السالبة بموجب اتنين تاني عنصر الواحد هلغي صفه والغي عموده هات قيمة المحدد بتاعه اضرب اربعة في سالب خمسة بسالب عشرين ناقص اربعة في سالب اتنين بسالب تمانية تنضروف في السالبة بموجب تمانية آخر عنصر الواحد هلغ صفه وعموده هتفضل لك محدد هتقيمته 4 في 1 ب 4 ناجس 2 في 4 ب 8 تعني جيب قيمة الكلام ده ولازم يطلع بصفر هنترحه نجمع سلب 10 زاد 2 سلب 8 ناجس سلب 20 زاد 8 سلب 12 تنضرف في سلب كمانة تباموجة ب 12 زاد 4 مجلس 8 سلب 4 عندك هنا موجة في سلب كمان بسلب هنجمع دول سلب 8 وسلب 4 سلب 12 سلب 12 وموجة ب 12 يساوي 0 فعلا قيمة المحدد ساوت 0 يبقى الثلاث نقط دول على استقامة واحدة في الآخر نقوله إذن النقط على استقامة واحدة كل اللي بنعمله بنكون محدد من الردبة الثالثة لعمود الأول سيم بعكيدة صوت بعكيدة وحايد ولما تجيب كمانة المحدد ده لازم تطلع صفر طالما طلعت صفر يبقى فعلا نقط على استقامة واحدة خلاص الفكرة ده مش محتاجة مسال تاني هناخد عليها مسال في الكشكول وناخد آخر فكرة معانا في الحصة اخر فكرة معانا اللي هي حل المعادلات الخطية بطريقة كرامر في الفكرة دي هيديك معادلتين زي دول معادلات دي اسمها معادلات خطية يعني من الدرجة الأولى والمعادلات دي في منها نوعين في معادلتين بيكونوا في مجهولين اللي هما سين وصاد وفي معادلتين بيكونوا في ثلاث مجهيل سين وصاد وعين اللي هناخدها بعد شوية احنا هنا عايزين نحل المعادلتين دول بطريقة كرامر او ممكن اقول لك حل المعادلتين باستخدام المحددات ازاي حل المعادلتين دول باستخدام المحددات؟ اولا احنا كنا خدنا حل المعادلتين دول في تلتة عدادي كنا بنحلهم بطريقة الحسف كنا بنحطهم تحت بعض وبنحلهم بطريقة الحسف احنا السنة دي هنحلهم باستخدام المحددات اللي هي طريقة كرامر المعادلة الأولى اسمها 2 سين نقص 3 صاد يسوى 5 المعادلة الثانية اسمها 3 سين زاد 4 صاد يسوى سالب واحد كلمة حل المعادلتين يعني عايزين نعرف قيمة سين وصاد يفضل قبل ما تحل اكتب المعادلتين تحت بعض دي المعادلة الأولى هكتب تحتها المعادلة الثانية اللي هي 3 سين زاد 4 صاد يسوى سالب واحد وتأكد ان المعادلتين مترتبين شبه بعض تبدأ بالسينات بعد كده الصدات بعد كده الحد المطلق او السابت الخامسة والسالب واحد بنسميهم ثوابت يبقى لازم تكون مترتبة سين بعد كده صاد بعد كده السابت كل اللي يهمك في المعادلتين دول المعاملات معاملات سين اللي هما الاتنين والتلات معاملات صاد اللي هما سالب تلاتة واربعة السوابت اللي هما خامسة وسالب واحد كل شغلا على المعاملات دي عشان تحل المعادلتين دول بطريقة كرامر او باستخدام المحددات هتعمل ثلاث محددات صغيرين ثلاث محددات من الردبة التانية يعني فيها صفين وعمودين المحدد الاول اسمو دلتا رمز ومسلة صغير المحدد التاني اسمو دلتا سين محدد الاخير اسمو دلتا سات ايبا هنجيب دلتا دلتا سين دلتا سات يعني ايه دلتا ده محدد المعاملات دلتا هو محدد المعاملات العمود الاول هنكتب فيه معاملات سين والعمود التانية هنكتب فيه معاملات صاد معاملات سين اللي هم الاثنين والثلاث اكتبهم في العمود الاول معاملات صاد اللي هم سالب ثلاثة واربعة هكتبهم في العمود التاني كذا جبنا دلتا دلتا اللي هو محدد المعاملات معاملات سين ومعاملات صاد تب ايه دلتا سين؟ دلتا سين ودلتا صاد بجبهم من المحدد الاول اللي هو محدد المعاملات دلتا سين هنحذف سين ونحط بدلهم السوابت دلتا ساد هنحذف ساد ونحط بدلهم السوابت يعني ايه؟ دلتا سين هنحذف عمود السين اللي هما الاتنين والتلاتة ونحط بدلهم السوابت اللي هما الخمسة وسالب واحد يبقى هحذف السين وحط بدلهم خمسة وسالب واحد طب الصاد تنزل زي ما هي سالب تلاتة واربعة يبقى دلتا سين حزفنا السين وحطينا بدلهم السوابت ونزلنا صاد زي ما هي دلتصاد هنحزف صاد ونحط بدلهم السوابت دلتصاد هنحزف صاد اللي هم السالب 3 أو 4 ونحط بدلهم السوابت اللي هم 5 وسالب 1 تب السين تنزل زي ما هي السين ب2 و3 تنزل 2 و3 يبقى دلتصين بتجيبها من المحدد الأول دلتصين حزفنا السين وحطينا بدلهم السوابت دلتصاد حزفنا الصاد وحطينا بدلهم السوابت كده انت خلصت 90% من المسألة الخطوة اللي بعد كده هنجيب قيمة كل محدد هنجيب في الاول قيمة المحدد الاول اللي هو دلت هنضرب القطر الرئيسي نجس القطر الفرع 2.4 ب8 ناجس 3 في سالب 3 بسالب 9 سالب في سالب بموجة اجمع 8.9.17 يبا دلتا بتساوي 17 هنجيب قيمة المحدد التاني اضرب 5.4 ب20 ناجس سالب 1 في سالب 3 بموجة 3 اطرح 20 ناجس 3 برضو 17 يبا دلتا سين طلعت 17 هنجيب قيمة دلتا صاد هنضرب 2 في سالب 1 بسالب 2 ناجس 3 في 5 15 اطرح سالب 2 وسالب 15 سالب 17 يبا قيمة دلتا صاد سالب 17 احنا قلنا حل المعادلات يعني عايزين نعرف قيمة السين وقيمة الصاد السين لها قانون صغير والصاد برضو لها قانون صغير قانون السين ساوي دلتا سين على دلتا قانون الساد دلتا صاد على دلتا يبا السين هتكسم دلتا سين على دلتا الصاد دلتا صاد على دلتا تعني نكسم للتسين الجلسكم على دلتة يعني نكسم 17 على 17 فيها الواحد نحن يقوم باقي يقوم باقي س泠 bij 1 الساد بتساوي دلتة ساد على دلتة يعني سالب 17 على 17 فيها سالب واحد دي قيمة الساد يقوم باقي السارب 1 والاح 동س باقي السادب هما دول مجموعة الحل مجموعة الحل بتتكتب على صورة زوج مرت عشان عندنا مجمويلين السين طلعت بواحد وصط بسالب واحد بمجموعة الحل واحد وسالب واحد عايز تتأكد من حلك امسك الواحد وسالب واحد وعوض بهم في المعادلتين لما تعوض لازم الطرف الايمن يساوي الايصر او لو عايز تتأكد كمان ممكن تحل المعادلتين دول بطريقة الحسف اللي خدناها في تلتة أعداد برضو مجموعة الحل تطلع معك واحد وسالب واحد ناخد مثال كمان زي دا بالظبط عشان نسبت الفكرة السؤال التاني بيقولي حل المعدلات بطريقة كرامر ممكن رأس السؤال كمان يقولك حل المعدلات باستخدام المحددات ممكن يقولك باستخدام المحددات او بطريقة كرامر المعدلة الاولي اسمها 2 سين يساوي 3 زائد 7 سار المعدلة التانية اسمها صاد يساوي 5 ناجل سين هتلاحظ ان المعدلتين هنا مش مترتبين احنا قلنا لازم السين بعد كده صاد بعد كده وسابت الوا psychologist المطلق هنا مش مترتبين تسين والصات كل واحدة في طرف هنجيبهم جنب بعض هود السبع صات الناحة الثانية بعكس الإشارة يعني هسبت اتنين سين السبع صات تروح بعكس الإشارة سالب سبع صات يساوي ودينا السبع صات تفضلك هنا التلاتة نكتب تلاتة المعادلة التانية برضو هرتبها هخلي السين والصات جنب بعض السالب سين أودها الناحة الثانية بعكس الإشارة سالب سين تروح بعكس الإشارة موجة بسين الموجب صاد تنزل زي ما هي هتفضلنا هنا الخمسة نكتب خمسة كده رتبنا المعادلتين سين صاد الحد المطلق أو السابق سين صاد والسابق السين ده معاملة اعتبر واحد والصاد معاملة برضو اعتبر واحد كل اللي همنا المعاملات معاملات سين اللي هم الاتنين والواحد معاملات صاد اللي هم سالب سابعة وموجب واحد السوابت اللي هم التلاتة والخمسة عشان أحل المعادلتين دول هنجيب تلات حاجات دلتا و دلتا سين و دلتا صاد دلتا اللي هو محدد المعاملات العامود الاول معاملات سين والعامود التاني نكتب فيه معاملات صاد معاملات صاد اللي هم الاتنين والواحد اكتبهم في العامود الاول معاملات صاد اللي هم سالب سبعة و واحد اكتبهم في العامود التاني كده جيبنا دلتا دلتا سين و دلتا صاد بجيبهم من دلتا دلتا سين بنحزف سين نحذف عمود سين ونحط بدلهم الثوابت اللي هم الثلاثة والخمسة إبا دلتا سين هحذف عمود سين وحط بدلهم الثلاثة والخمسة طب الصاد تنزل زي ما هي سالب سبعة وواحد دلتا صاد نحذف صاد دلتا صاد هنحذف عمود صاد اللي هم الثلاثة والخمسة وحط بدلهم الثوابت اللي هم الثلاثة والخمسة إبا دلتا صاد هنحذف صاد وحط بدلهم الثلاثة والخمسة طب السين هتنزل زي ما هي اتنين وواحد إبقى دلتا سين بتحزف سين وتحط بدالهم السواب دلتا صاد بتحزف صاد وتحط بدالهم السواب خطوة لبعد كده هنجيب كمت المحددات دول تعا نجيب الأول دلتا هنضرب قطر الرئيس ناجس الفارع اتنين في واحد باتنين ناجس واحد في سلب سبعة بسلب سبعة تنضرب في سلب تبقى موجة بسبعة اجمع اتنين وسبعة تسعة نجيب دلتا سين هنضرب 3 في 1 بـ 3 ناقص 5 في سالب 7 بسالب 35 هنضربها في سالب هتبه موجة بـ 35 اجمع دول 3 و 35 و 38 دلتا صاد هنضرب 2 في 5 و 10 ناقص 1 في 3 بـ 3 10 ناقص 3 بـ 7 كده عندك دلتا دلتا سين دلتا صاد عايزين نجيب قيمة سين وقيمة صاد بالقوانين قيمة سين بتساوي دلتا سين على دلتا الصاد بتساوي دلتا صاد على دلتا تعال نعوض دلتا سين بـ 38 على الدلتا بتسعة ايبه 38 على التسعة دي ما فيهاش اختصار خلاص صيبه زي ما هي كده دي كده قيمت السين الصاد بتساوي دلتا صاد على دلتا دلتا صاد بـ 7 ودلتا بتسعة تبقى نكسب 7 على 9 برضو ما فيهاش اختصار سيبها زي ما هي كده عندك السين وعندك الصاد نكتب مجموعة الحل مجموعة الحل مجموعة وفيها زوج مرد السين والصاد تبقى 38 على 9 و7 على 9 دي هي كده مجموعة الحل يا رب انكون عرفنا الخطوات في الاول بتجيب دلتا كده دلتا سين دلتا صاد دلتا محدد المعاملين معاملات سين ومعاملات صاد دلتا سين احزف سين دلتا صاد احزف صاد اخر خطوة بتكتب قانون السين والصاد وتجيب قيمتهم ده النوع الاول من المعادلات هناخد عليه مثال في الكشكول ونشوف النوع التاني اللي هيكون فيه ثلاث مجهيل اخر مثال واخر فكرة معانا ده اقول لك فكرته بس شاينفع نحله انه حله هيتطول اقول لك الفكرة واسبك تحل انت بالخطوات بدل ما يديك معادلتين ده يديك تلتا معادلات وبدل مجهولين هيكون عندنا ثلاث مجهيل عندنا ثلاث معادلات وثلاث مجهيل اللي هما سين وصاد وعين فيقول لك حل المعادلات دي حل المعادلات يعني عايزين نعرف خيمة السين والصاد والعين اول خطوة اكتب التلاث معادلات تحت بعض بالترتيب السينات تحت بعض والصادات والعين والثوابت السوابت اللي هما الصفر والواحد والصفر ونعمل زي الفكرة اللي فاتت بالزبط اول خطوة هجيب دلتا بعد كده دلتا سين بعد كده دلتا صاد الخطوة اللي هتزيد بس معنا اللي هي دلتا عين عشان احنا عندنا ثلاث مجايل هنجيب دلتا سين ودلتا صاد ودلتا عين دلتا اللي هو محدد المعاملات المرة ده هنعمل محدد من الردبة التالتة عشان احنا عندنا ثلاث مجايل محدد المعاملات هنا كده هكتب معاملات سين وهنا معاملات صاد وهنا معاملات عين معاملات سين اللي هم سالب واحد وثلاثة وواحد سالب واحد وثلاثة وواحد معاملات صاد اللي هم تلاتة وسالب اثنين وواحد تلاتة سالب اثنين وواحد معاملات عين اللي هم الواحد وسالب واحد واثنين واحد وسالب واحد واثنين ده كده دلتة اللي هو محدد المعاملات هنجيب دلتة سين دلتة سين بنحزف عمود السين الصاد والعين ننزلهم زي ما هم هنزل صاد والعين زي ما هم دلتا سين هحزف السين وحط بدلهم السوابت اللي هم 0 و 1 و 0 إبا دلتا سين هنحزف السين ونحط 0 و 1 و 0 دلتا ساد دلتا ساد نحزف عمود الصاد السين والعين هنزلهم زي ما هم نزلنا السين والعين هحزف الصاد وحط بدلهم السوابت اللي هم 0 و 1 و 0 آخر خطوة دلتا عين دلتا عين هنحزف العين ونحط بدلهم السوابط اللي هم 0 و 1 و 0 كده جبنا دلتا دلتا سين دلتا صاد دلتا عين هنجيب قيمة كل محدد بس خلي بالك ده محدد من الردبة الثالثة لما تيجي تجيب قيمته هتختار أي صف أو أي عمود هي الخطوة دي بس اللي هسيبها لك لما تجيب قيمة المحدد ده النتج يطلع معكسها لب 13 لما تجيب قيمة دلتا سين النتج يطلع معكسها لب 5 هتجيب قيمة دلتا صاد النتج يطلع معكسها لب 3 هتجيب قيمة دلتا عين النتج يطلع معكسها لب 4 آخر خطوة تكتب القوانين قانون السين وقانون الصاد وقانون العين قانون السين بيساوي دلتا سين على دلتا يعني سالب 5 على سالب 13 السوالب هيروح مع بعض هتفضل ل5 على 13 ده قيمة السين قيمة الصاد بتساوي دلتا صاد على دلتا يعني هنكسم سالب 3 على سالب 13 السالب يروح مع السالب يتوضل لك 3 على 13 قيمة العين بتساوي دلتا عين على دلتا يعني هنكسم 4 على سالب 13 السالب يحب يكون في الباصل هتبت تساوي سالب 4 على 13 قيمة السين والصاد والعين ده مجموعة الحل هنا عشان عندنا 3 مجاهيل فبنسميه سلاسي مرتب لما يكون عندك مجهولين بس بنسميه زوج مرتب اللي فيه تلت مجهيل دا اسمه سلاسي مرتب يبقى الاختلاف في المعادلات دي عن المعادلات اللي فاتت المعادلات اللي فاتت كان فيها مجهولين بس انما المراضي فيها تلت مجهيل سين وصاد وعين لذلك بنعمل محدد من الرد بالتالت بنجيب اربع حاجات دلتا و دلتا سين و دلتا صاد و دلتا عين ونفس الفكرة دلتا سين احزف سين دلتا صاد احذف صاد دلتا عين احذف عين بعد كي تكتب قوانين السين والصاد والعين هم دول مجموعة الحال لو عايز حل المثال ده بالتفصيل هتلاقي في الكتاب صفحة 31 اول فكرة خدناها النهاردة ازاي نجيب مساحة مسلس باستخدام المحددات هيديك 3 نقط ويقولك هات مساحة المسلس ده باستخدام المحددات عشان تجيب مساحة المسلس هتكون محدد من الردبة التالتة عندك 3 اعمدة العمود الاول للسين اللي هو المسقط الاول العمود التاني للصاد اللي هو المسقط التاني العمود التالي دايما وحايد هتجيب قيمة المحدد ده وتضربه في نص هيديك مساحة المسلس الفكرة التانية معانا هيديك 3 نقط ويقولك اثبت ان النقط دي على استقامة واحدة عشان تثبت ان الثلاث نقط على استقامة واحدة هتكون برضو محدد من الردبة الثالث ولازم قيمة المحدد ده بتساوي صفر العمود الأول للسين والعمود الثاني للصاد والعمود الثالث دايما وحايد لو لاجت قيمة المحدد ده بيساوي صفر إبقى فعلا النجاة دول على استقامة واحدة آخر فكر معانا اللي يحل المعادلات بطريقة كرامر هيديك معادلتين زي دولي ويقول لك حلوا باستخدام المحددات أو بطريقة كرامر عشان تحلهم هتجيب ثلاث حاجات دلتا ودلتا سين ودلتا صاد دلتا اللي هو محدد المعاملات معاملات سين ومعاملات صاد العمود الأول هتخليه المعاملات سين والعمود الثاني هتخليه المعاملات صاد دي دلتا وهتجيب قيمتها دلتا سين تحزف عمود السين وتكتب بدله السوابت اللي هم الخمسة وسالب واحد دلتا صاد تحزف عمود الصاد تحزف عمود الصاد وتكتب بدلهم السوابت اللي هم خمسة وسالب واحد هتجيب قيمة دلتا سين ودلتا صاد اخر خطوة تكتب قانون السين والصاد قانون السين دلتا سين على دلتا قانون الساد دلتا صاد على دلتا ده لما يكون معادلتين لما يكون تلات معادلات وفيها تلات مجاهلة هتزود خطوة هتجيب دلتا ودلتا سين ودلتا صاد هتزود خطوة اللي هي دلتا عين وبدل ما تجيب قيمة سين وصاد هتجيب قيمة سين وصاد وعين كده الحمد لله خلصنا الدرس الرابع في الجبر اللي هو درس المحددات واجب الدرس ده برضو عن حل تمرين كتاب صفحة 32 نفس التمرين اللي حلناه الحصة اللي فات حصة جاي ناخد اخر درس في الوحدة دي اللي هو المعكوس الضربي للمصفوفة اشوفكم هناك ان شاء الله